موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عاملين ايه؟ انا عارفة كويس ان انا متأخرة عليكم بس اكيد غزمن عني لو انتم تابعيني هتعرفوا ان انا مجهولة كدير جدا المهم ان ارجعت لكم النهاردة بوصفة كده في المطبخ خفيفة مجبوز دجاجة على الطريقة كويتية اولا ان انا بعتذر الاهل الكويت لو انا بعملها غلط اتمنى انتو تقولوا لي الصحة تحت لو انا عملت كل حاجة غلط فاريد تعرفوني ان شاء الله تعجبكم ويلا بينا نبدأ الوصفة اول حاجة هنحتاجها هي حمص مجروج او الحمص اللي عندنا في مصر بنسميه حمص السبانخ هحتاج تقريبا كوباية وحط عليه مية دافية لمدة نص ساعة او ممكن تحطي الحمص على النار لحد ما يستوي وتستخدميه تاني حاجة هحتاج رز بسمتي طبعا هتحتاجي بالكمية اللي انت عايزها انا محتاجة اعمل كمية لتمن افراد فهاخد الرز اللي انا محتاجاه وحط عليه مية دافية تقريبا وحسيبه برده لمدة نص ساعة لحد ما حجمه يزيد وارجع استخدمه وابدأ اطبخه حتى ده هيوفر علي شوية الوقت في الطبيخ دلوقتي هحتاج لمية ورد طبعا انا ما عنديش مية ورد بس نادي مية ورد خام فهياخد تقريبا ربع معلقة صغيرة حبة صغيرين كده وهضيف عليهم مية هنا انا اغلطت وحطيت مية برده كي مفود احطت مية دافية شوية هتشوف دلوقتي المشكلة فين ان الزعفران مش هيدوب من اول مرة فهحط الزعفران علشان يدوب بس طبعا ما دابش خالص من اول مرة فهتطريت ان انا سيبه فترة اطول لحد ما اللون يبدأ يظهر في المية بتاعتنا زي ما احنا عايزين نستخدمها دلوقتي هحتاج لشوية بهارات لفلفل حب ومستكة وهحتاج حبهان وملح وهحتاج ورق غار او لورة مطحونة وهحتاج لشوية قرفة وهحتاج تقريبا تلات او اربعة حبات توم وهحتاج لبهارات مشكلة او بهار خليجي هيبقى حلوة جدا في الوصفة دي هحتاج لشوية زبيبية تقريبا كوباية صغيرة وبرضو هحط عليها شوية مية عشان حجمه يتضاعف وهسيبه شوية انا حطيت مية سخنة علشان كنت مستعجلة جدا وعايز يحطها على الاكل دلوقتي هنخش بقى في الوصفة وبدالت الطبيق هنحتاج لبصلة كبيرة متقطع اربعة تربع وهنحتاج لبصلة اربع بصلات متقطعين مفرومين ناعم كده علشان نكمل بهم الوصفة بلوقتي هنجيب حلة نحط فيها البصل المتقطع اربعة تربع وهنحط التوم وهنحط البهارات المشكلة اللي احنا حطناها دي وهي الفلفل والحبان والحاجات دي وهنحط البهار المشكل وهنحط تقريبا لتر ونص مية علشان انا هعمل فرختين يعني الواج بديل 8 افراد فمحتاجة تقريبا لتر ونص مية علشان انا هحط الفراخ تستوي على نار هادية بحيث ان الشربة تتقل وحجمها يقل والفراخ تستوي كويس طبعا الكاميرا فصلت فاضطريت ان انا صور خطوة بعدين طبعا انا غسلت الفراخ كويس وستها لحد ما نشفت وصفتها كويس وبعين حطتها في الشربة بعد ما غلت علشان تتسلق دلوقتي بعد الفراخ ما تسلقت طبعا انا سلقتها زيادة عن اللزوم كان ما فوت بقى يعني مش مسلوقة قوي كده المهم بعد ما سلقتها حشلها من الشربة وحطها في طبق لوحدها واسبها لحد ما تهدى وتبرد كده شوية عشان ابدأ ارجع استخدمها تاني اما الشربة فانا هحتاج ان انا اصفيها وعشان اطبخ بيها الرز بس كده هسيب الفراخ لحد ما ترتاح شوية وارجع تاني للزعفران الزعفران كان مطحون وما كنتش عارفة ان هو مطحون فهاتطر ان انا اصفيه علشان ما يبقاش في اي اتربة او في اي حاجة فهصفي في مصفة صغيرة كده نعمة عشان استخدم المياه بتاعته من غير ما يبقى معايا التفل صفيت الشربة كمان عشان استخدمها وابدأ احط فيها الرز دلوقتي هجيب الرز واحطه طبعا الرز زي ما انتم شايفين حاجمه زاد اه عن اه يعني عن الاول هحتاج تقريبا تلاتة او اربع معالق زعفران اه او مية زعفران بقى بمية الورد وحقلب كويس وهحطها على النار واول ما تبدأ تغلي هرجع استخدمها تاني هجيب الحالة تاني وابدأ استخدمها دلوقتي هجيب صانية او طاصة يعني زي ما انتم عايزين هحط شوية زيت واحط البصل المفروم شوية ده او يعني مفروم صغير وحسيبه لحد ما يتبلو لونه يبقى اصفر كده شوية وبعدين هحط الحمص بعد ما صفيه طبعا الحمص استوي وحاجمه زاد وهحط الزبيب كمان بعد ما حاجمه كبر كده وهحط شوية زعفران على الخلطة دي وهحطها على النار لو الحمص ما كانش استوي اه اه او يعني ممكن تحطي شوية شربة من الفراخ او شوية مية عشان الحمص يستوي دلوقتي هحتاج معلقة كاتشب وشوية زعفران او مية زعفران وهقلبها لحد ما تبقى تقيلة كده شوية او يعيساميه كسلة وهستخدمها باني اتبل بيها الفراخ هي كده بقت جاهزة خلاص هاجيب الفراخ وحر الشوم عليها كده وبعدين ممكن تمسك كيس او اي حاجة او تلبسي جوانتي وتخلي السوس ده على الفراخ كلها انا بالنسبة لي كنت احطيها على الجلد بس على شين لما يتحمر انا هحمر الفراخ دي زي على الجريل كده مش في زيت غزير بس ممكن تعمليها في زيت غزير دلوقتي الروز خلاص شرب تقريبا جزء من المية فهاجيب الحمص والبصل بعد ما استاوته والحاجات دي كلها استاوت وسبتها الترتاح هحطها وعمل بيها طبقة فوق الرز وبعدين هجيب الفراخ وارجع بعد ما حمرتها وارجع احط الفراخ فوق الحمص وفوق الرز كأنه كده ايه ببدفن الحاجات دي فوق بعضها كده طبعا الحالة كانت صغيرة خالص فمش مشكلة احطيت بعض الزعفران على الوش وسبتها 10 دايق على النار ورجعت رفعت الفراخ تاني طبعا لان الفراخ مستويه جامد زي ما انت شايفين كده هي مهرية خالص فمعلش مش مشكلة مرة جاي اخط بالي هشيل الفراخ وحطها على جنب عشان لما اجي اقدمها وحاجيب كمان طبق تاني عشان اشيل في الحمص برضو هشيل الحمص براحة مش مشكلة لو تلا معي شوية رز انا بس عايز اعزل اشيل الحمص عن الرز علشان اقلب الرز كويس واسيبه على النار تاني لحد ما كل البخار وكل الحاجات لو فيه شوية صاص او حاجة لسه في الرز وانا ما شفتش باق ما خدش بني منها تتشرب عشان الرز يبقى مفلفل هجيب صناعة التقديم وحط الرز بالطريقة اللي تريحك بقى عازة تحطيها كده زي الجبل او عايزة تعمليها زي حفرة كده وتحط سيشيل الحجب راح تكسرفت التقديم دي عيد عليك انت انا عن نفسي هعم احطهم كده على الجناب وهعمل حفرة كده شوية في النص وهروح اجيب الحمص وهحطه في النص يعني اعملوا زي فرشة كده في النص صغيرة عشان احط عليها الفراخ انا طبعا عملت صانيتين تقديم هعمل صانية لاربع افراد وصانية تانية لاربع افراد فهجيب هنا احط فرخة كاملة يعني سدرين وفاخدين وعلى الصانية التانية احط الحاجات التانية وبس كده تكون اه وجبة مجبوس الدجاج اه خلصة وبيتقدم معها حاجة مشهورة جدا في الكويت اسمها الدقوس هي صاص صالصة او طماطن لو انتم عايزين تعرفوا بتعمل ازاي استنوا الفيديو اللي جاي واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد والسلام عليكم اشتركوا في القناة